المعلم التاريخي لمحافظة عيون الجوى التصاق وثيق في تعاقب الحضارات والثقافات البشرية الممتدة عبر التاريخ وتتجلى كنوزها الأثرية من خلال الموروث العربي الأدبي والشعبي القديم لتبلغ ذروة الأصالة وتضرب في عمق التاريخ حينما نستحذر تغني شعراء العصر الجاهلي بمناقبها وتغزلهم في مفاتن طبيعتها وسحر أرضها ومن منا لا يعرف ترانيم هذا البيت الذي أورده عن تارة العبسي في معلقته الشهيرة يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعمي صباحا دار عبلة واسلمي وتعتبر صخرة عن تارة ابن شداد العبسي حصات صلة أحد أبرز تلك الآثار الشامخة حيث تتحدث الروايات الشعبية أن عن تارة ابن شداد ومحبوبته عبلة كان يلتقيان تحت ظلها فلا تزال توجد صخرة تحمل اسم صخرة عن تارة وعند الهالي يطلقون عليها حصات صلة وهي صخرة منفصلة منجال صخري قريب منها توجد عليها كتابات قديمة يقال إنها ثمودية ويوجد بجانب الكتابات صور لحيوانات وطيور وزواحف كثيرة متعددة الأشكال ومن هذه الحيوانات صورة لزرافة كبيرة وصور لأجزاء وحيوانات أخرى ذات قرون أشبه ما تكون بالوعل وبالقرب من مجلسهما على بعد أقل من كيلو شمالاً صخرة أخرى تبدو للمشاهد وكأنها شجرة كبيرة ترتفع على ساق دقيقة كانت مربطاً لفرس عن تره حين يجلس مع محبوبته عبلة في ظل الصخرة الأخرى كما تروي لقصيص وتقع الصخرة في شمال مركز غاف الجوى وتبعد عن عيون الجوى ثماني كيلومترات تقريباً للراغبين من الشعراء في الوقوف على مسرح شاعر المعنى أربعة ننتظر مشاركتهم بقصيدة تحكي عن صخرة عن تره في محافظة عيون الجوى ضمن مسابقة الدليل السياحي وإرسالها على فاكس 011-47-06-997 أو إيميل info.assahaonline.tv حتى مساء يوم الجمعة القادم علماً أن الفائز سيستضاف لإلقاء قصيدته في الحلقة القادمة من البرنامج ويدخل ضمن المتنافسين للفوز بالسيارة الجائزة هذا هو شاعر المعنى